ثم إنك إذا اخترت على غير الأسس الصحيحة اخترت للقبرية والعصبية والقرابة والحزب ولكذا فإنك تكون غاشا للمسلمين وتكون مرتشيا من دفع تكون مرتشيا لأنك انت خابت هذا الشخص لأنه إما أعطاك مال وكما قلت لكم المال النجس الذي يأتي مال إمارات لأنه ربما يشتغل لهذا الشغل أو من غيرها فمن فعل هذا فهو مرتش ملعون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعنى رسول الله في الحديث لعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية